سجل الشهر الأول من العام الحالي نمواً في حجم التداول العقاري بنسبة 45% لتصلها ل 499 مليون دينار مقارنةً مع ذات الشهر من العام الماضي استحوذت العاصمة على الجزء الأكبر منها بحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة وظهرت تقرير ارتفاع عدد العقارات المباعة إلى 29% لتصل إلى قرابة 14 ألفاً أكثر من نصفها سجل في خارج العاصمة وسجل الطلب على الأراضي ارتفاعاً إذ تم بيع قرابة 11 ألف قطعة مقابل قرابة 3000 شقة وارتفعت قيمة إعفاءات الشقاق إلى قرابة 8 مليون دينار في شهر كنون الثاني الماضي ومنسبة 14% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي